اشتركوا في القناة والموضوع ده بيحير المتجوزين وبيخليه يقول ايه اللي حصل لي؟ مانا كنت كويس؟ وطبعا بيتهموا الجواز بالحكاية دي علشان نجاوب لكل المتجوزين عن سبب المشكلة دي معانا واحدة من أكفأ دكاترة التغذية في مصر دكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية العلاجية من الجامعة الأمريكية وصحبة مبادرة أطفال بلا سنة وحاليا مبادرة صحتك ورشقتك أمان لأسرتك أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك الأخبار منورة الدنيا ده نورك يا أزرقاتك يا هولنبا في البداية كده باعزين نعرف منك إيه الكرشي اللي بييجي اللي بعد الجواز ده نعمل إيه؟ نعمل لهم إيه؟ ده الرجالة أنت عارفة بقى يعني يعودوا بس يعيبوا 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 في الآخر وتنمروا على الستات وفي الآخر أصلا بقى كلهم عندهم كرش بعد الجواز بالضبط كده يقولك الجواز الجواز مولوش علاقة بالكرش أنت بس بقيت تأكل بشكل منتظم وتأكل زيادة بصي يا إيه علاقة أنا أقولك العلاقة هو قبل الجواز يعني بيبقى طول الوقت مع صحابه برا ما بيفكرش في الأكل كتير بيأكل أي حاجة وخلص يجي بعد الجواز طبعا فلازم كل يوم يروح يفضل طول النهار شغال ولازم يروح يأكل في البيت مع مراته قبل الجواز بيأكل مع صحابه مع مامته مش لازم اللي هو كل يوم يبقى يعد على الصفراء في البيت يجي بعد الجواز لازم يوميا يتعشى بالليل والغداء والعشاء والفطار يبقى مع مراته في الوجبة بتاعت بالليل فده من أسباب أصلا الكرش الثاني حاجة ضغوط الحية هو بيبقى بعد الجواز بيبقى عنده مسئولية فبيبقى عنده كده هرمون الكرتزول عالي بيبقى فيه ضغط وسترس وضغط نفسي بيأثر على منطقة البطنة عنده وبيتطلع له الكرش غير بقى أنه هو نشاط ما فيش رياضة ما فيش حد بعد الجواز ومع الشغل والمسئولية بيروح الجيم أو بيروح العب رياضة فده برضو قلة الحركة مع أن حتى في آخر الأسبوع لما بيجي عاوز يخرج هو بقعد مع مراته الخروج أنه هما يعدوا تفرجوا على التلفزيون ما فيش بقى اللي هما بيخرجوا يعملوا بقى شوية أكتيفتي أو أنشطة كده بره حتى لو خرجوا بيتعشوا بره بس وتعشوا يناموا بس وكمان الستة بيبقى عندها تحدي أنها لازم تتحدى حاماتها في الأكل فلازم بقى تعملوا الأكل بقى بالسمنة البلدي والمحمر وتضلق نص السمنة على الأكل عشان تقوله أن أكلي أحسن من أكل إيه مامتك مامتك فكل دي عوامل بتخلي الكرش عنده يطلع للأسر بعد ما أما الكرش يطلع ده بتبقى مشكلة كبيرة جدا واللي ما تعرفوش أنها الكرش ده أنواع فيه نوع الكرش اللي هو السطحي وفيه نوع الكرش العضلي وفيه نوع اللي هو الكرش بتاع الانتفاخ طيب إيه هو الكرش الدهني أو السطحي ده ده بيبقى عبارة عن إيه ده بيبقى عبارة أن هي الدهون السطحي اللي هي بتبقى من بره اللي هو من تحت الجلد مباشرة من تحت الجلد مباشرة والدهون دي بقى مشكلتها أنه كل كيلو زيادة بتأثر على فقرات الظهر اللي هي أسفل الظهر طبعا فقرات الظهر دي بتأثر كمان على الكروكبة فكله بيسمع يعني الكرش ده كل كيلو بيسمع أربعة كيلو عالضه في الآخر العمود الفقري مع خشونة في الرجبة أو بتعمل مشاكل في الرجبة كتيرة جدا فلازم نحل المشكلة دي وعلى فكرة دي الدهون دي أهون بكتير بقى من الدهون اللي هي بتبقى الداخلية الدهون الداخلية دي من أخطر أنواع السمنة في العالم كله طبعا لأنها متركزة جدا ده حقيقي متوغلة جوه البن متوغلة وبتأثر على جميع أعضاء الجسم منها أول حاجة الكبد بتعمل الكبد الدهني بتأثر على وظيف الكبد وبتعمل تلايه في الكبد وبتأثر كمان على الجهاز المناعي بتقلل عندنا المناعي طبعا تمام فدلوقتي أنا عندي مشكلة الكرش هي عند الرجالة أكتر بكتير من الستات الستة بتجيلها البطن نحن نسمي عند الستة البطن بتجيلها دايما بعد فترة الحمل والرضاعة إنما في العادي أولي الأول لما بتلاقي ستة قبل الجواز عندها البطن دايما بتلاقيها بعد مرحلة الحمل والرضاعة إنما الراجل يعني 99% مش الرجالة في مصر بس ده في الوطن العربي كله بتبقى عندهم مشكلة البطن دي أو الكرش ده طيب نعمل فيها إيه أو بنحلها إزاي الكرش يبقى أنا عندي عادات غزائية غلط مقدرش أقول للراجل بطل أكل بالليل يعني مقدرش أقولها لي لأن ده أنت مش هتغيرينه مط حياته لو قلت له كده هو هيهرب مني أصلا هيقولي طب هيقفل هشوفك فرصة قد وهشوفك في معات تاني فلازم حاجة من الاتنين يإما هياخد حاجة تسد الشهية معاه وتحسسه بالشبع فتخليه كل كميات أقل وده هيساعده عن نزول وحتخليه على فكه يشرب مياه كتير يإما هعمله نظام السام المتقطع مع برض الكورس اللي أنا حرشحوله والمادة الفعالة الحلوة جدا فقفل الشهية في المادتين رقم واحد مادة السيليم هاسك أو قشور السيليم وده بتحسس بالشبع والمادة رقم اتنين وهي الجارسينيا كامبوديا ده بتقلل الشهية للنشويات والسكريات بتقلل الشهية للنشويات والسكريات وده أكتر حاجتين أصلا بتتخل السكريات ده مصيبة آه طبعا يعني السكريات حتى لو أنت عمنا تكمين معدى دايما يقولك يعني ممنوع السكر ده أصلا ده يعني الجسم بيمتص بسرعة وبيخزنوا بسرعة ده حقيق فالسكريات دي مصيبة من مصايب الزمن ولازم نتكلم عن السكر في حلقة الواحدة وخالص عشان نعرف إيه البدايل حتى لما تيجي تقولي لحد انت عندك مشكلة في حاجة لازم تديله البديل ما ينفعش انت عندك مشكلة والله يبتاكل بالليل طب حيعمل إيه تمام حاجة بقى كمين عوازين نتكلم فيها أنا دلوقتي حديله مادة الجارسينيا كامبوديا أو مادة السيليم هاسك أو قشور السيليم وحتحسسه بالشبعة كده كفاية؟ هل مجرد ما أنا حس بالشبعة وأعود طول اليوم ما كلش ده صح؟ لا أكيد لا فلازم بقى مع أن أنا عندي أن أنا حقل كميات الأكل لازم أوزع الأكل بتاع على يعني تلات مرات في اليوم مش هقولك بقى خمس وست مرات هو تلات مرات في اليوم كفاية يعني يفطر ويتغدى والعشاء بالليل يبقى صلطة وحاجات يبقى عشاء اللي هو يعني زبادي صلطة بروتين يبقى بروتين سهل الهضم يبقى حاجات خفيفة قوي ما يبقاش بقى محشي وحاجات كده يعني أما يجوع بره لازم يأكل يعني يفطر قبل ما ينزل يا رجل عشان ما طلع لكش كارش لازم يفطر لازم تفطر قبل ما تنزل أي حاجة وفي نص اليوم لازم تاخد أي طبقة صلطة على فكرة ممكن تاخده معاك يعني أنا شخصين بعمل طبقة صلطة وباخد دريسنج في حاجة زغنانة كده بحبس بقى دي المشكلة حين المشكلة الست بتسمعك كريم الراجل أصلاً اتعاملت مع الاتنين فكرة الحرقة عند الراجل أعلى بكتره من الست بس الست لما تيجي تقولي خدي في الشغل مثلاً لنش بوكس أو خدي بوكس مثلاً حطي فيه شرايح مثلاً خاص خيار جازر فكهة بتقولك تمام الراجل ما عندهوش الخلق ده فهو يأكل واجبة يعني مش لازم ياخد بوكس معاه يعني يشتري واجبة مثلاً تبقى حاجات ما شوية بس المهم إن هو يبقى الأكل على مراحل ما ينفعش أدمك كل الأكلات بالليل وبالليل تبقى الواجبة اللي هي الخفيفة على فكرة اللي هيساعد الراجل على كده هي الست عشان كده إحنا أي باكتج بنعمله أو أي مبادرة بنعملها دايماً بيبقى اسمها إيه صحتك ورشقتك أمان لأسرتك إحنا بناخد الباكتج كله عشان نازم البيت كله يساعد بعض يعني لا الطفل حيقدر يمشي لوحده ولا الراجل حيقدر يمشي لوحده الست ممكن تمشي الحمد لله يعني الست تقدر تمشي لوحدها بس برضو لما بتبقى هي بتعمل أكل صحي بتساعد الراجل أو بتساعد البيت كله إن هو يمشي زيه والأكل الصحي فكرة الناس وقدة عنه مفهوم غلط الناس وقدة عنه مفهوم إن أنا قاعد أكل مسلوق طول الوقت لا الأكل الصحي ده دلوقتي بتعملي بتاكل سمك مشوي بتاكل فراخ مشوية بتاكل لحمة مشوية بتاكل مشوي بتاكل كبدة مشوية للناس اللي عندها أنمية يعني لكي أكلات كتير الفكرة أن أنت بس بتقاليني النشويات وبتمنعي الحاجات اللي فيها سكرية يعني بدل ما أكل طبق رز قد كده هاخد طبق رز قد كده ده حقيقي خرطة مكرونة قد كده هاخد خرطة مكرونة قد كده واسترف طبق الصلطة جماعة ابتدوا صلطة بس صلطة والبروتين وبعدين النشويات هتلاقي نفسك شباعة أو نفسك شباعة ده حقيقي وإحنا بنساعدهم كمان في الأول بكورس الأناسلية بصي دايما مريض السمنة بيبقى عنده شاك يعني فيه ناس بتبقى عندها الحب ده عاطفي يعني الأكل اللي هو العاطفي اللي هو إيه عارفة ما تكوني بتحب تشوكي حد على طول أي هو عندها الأكل كده أكل اسمه الأكل العاطفي يعني يعني إيه الأكل العاطفي يعني فرحان بيأكل زعلان بيأكل بيحب يشوف الأكل قدامه أنا عرف ناس عندها شراها في الأكل غير طبيعية يعني أنا عرف ناس بالليل مثلا بيأكلوا يعني حالة محشي ممكن صنية مكونا بالبشامل يا خابة ربي يعني ممكن يأكلوا نصة أنا عرف ناس وصلت لمرحل المية واربيان ومية وخمسين بيأكلوا كمية أكل رهيبة فده بيبقى عنده حب للأكل غير طبيعي ده اللي هقوله بقى دايت وقال للنشويات مش هيقدر فلازم في الأول أنا بساعده أو جد له بديل لازم الأول ساعده أدي له حاجة تحاسسه بالشبع تقفل بقه شوي أبدأ بقى تقدر يجينا أدي له نصايح بس ماينفعش أبدأ بالنصايح وماينفعش أبدأ أقول له اعمل كذا ولعب الرياضة وأنا مش قادر أسيطر على الشهية أقفل له الشهية الأول ويبدأ يحس بخساسات وبعد كده نبدأ أن احنا نقول له بقى طب إيه رأيك نقلل ده طب إيه رأيك حتى التشوكريت بقليها بديد بالوقتي هي التشوكريت الدارك السكر أتستخدم سكر دايت لو أنا بحب بشرة بحاجات سخنة أستخدم الجرين كوفي أستخدم المورينجا يعني فيه بدايل كتير إحنا ممكن نعمل آه طبعا بس البدايل دي ماينفعش تيجي في الأول الأول أقفله الحاجة اللي هو اللي مش قادر يسيطر عليها وبعد كده أبدأ أقول له بقى أقل الكميات الأكتر طيب الأستاذ اللي لسه متجوز وعايزين نلحقه ما يطلعلوش كرش عمود البيت ده نعمل إيه بص يا وبالنسبة لعمود البيت اللي هو الراجل طبعا نعمل إيه إن إحنا نبدأ إن إحنا نقسم واجباتنا لثلاث واجبات في اليوم ما يبقاش الوجبة الرئيسية بتاعتنا واجبة العشا يبقى الوجبة الأخيرة لازم تبقى قبل النوم بثلاثة أربع خمس ساعات ما ينفعش آكل ونام وده بمساعدة مراته يعني ما فيش راجل حيقدر يعمل كده لوحده هو كان قاعد في بيت مامته الحمد لله كان رفيع يعني فالسبب الأساسي مراته فهي لازم تبقى بتساعده على الموضوع ده آه طبعا بس هو يسمع الكلام لأنه برضو بيجي يقول لها أنا طول اليوم شقيان وتعبان وما تغدرش دي الوجبة الأساسية بتاعته يعمل أكل يعمل أكل بس أكل من غير سمنة أكل اللي هو يقلل شوية في النشويات تعمله حاجات يعني تكتر في البروتين تكتر في السلطات يعني تقلل الحاجات اللي بتتخن بس طيب أنا دلوقتي اتجوزت وفجأة لقيت كرش صغنون كده وعايز ألحقه قبل ما يكبر فكلمت دكتورة نهاية الحافظ أنا عندي كرش أنا متجوز بقلي 3-4 شهور وفجأة لقيت كرش يا دكتورة وزايت 5-6 كيلو تنصحين أعمل إيه؟ أخذ على طول مادة فعالة تقلل الشهية لو هو عنده شهية عالية أدله مادة فعالة مثل السيليام هوسك أو الجارسينيا كامبوديا تقلل الشهية رقم واحد لو ما عنده الشهية على فكرة ساعات ما بيبقاش عنده الشهية عالية بيبقى عنده دهون مثلا ممكن دهون داخلية ما بيبقاش بيأكل كتير بس ممكن يبقى مثلا بيأكل بالليل بس بديله حاجة تنتص الدهون في كده السئلة بتتسئل يعني الحقيقة مش عارفة اللي هو أنا مثلا بسوق مشاوير طويلة طول اليوم ده بيبقى عنده على فكرة ده الدهون اللي عنده مستطحية ده بيبقى عنده دهون عضلي اللي هو العضلات عنده ضعيفة فبتبدأ تعمل تراغل وعلى فكرة ده اللي بيكون عند الستات بعد الحمل طب الحمل ايه؟ نعمل لهم ايه دول الدهون العضلية دي مالهاش حال غير ان هي تلعب رياضة مع الأنسيليام اه مع الأنسيليام يعني نسد الشهية أناسيليام نأكل نظام نعب رياضة من المال الدهون السطحية دي او الدهون الداخلية اللي هي بتسبب امراض دي حالها كورس الأنسيليام هيسد الشهية وهيمتص الدهون الداخلية طب فيه انواع اكل معينة يا دكتور غير السمنة والحاجات دي بتتسبب في زيادة الكرش عارفة ايه لي بيسبب في زيادة الكرش وحاجة يعني تقريبا معظم الناس بتعاني منها وهي الضغط النفسي الاسترس والضغط النفسي والاقتئاب والعصبية على طول ده بيعلي عندنا هرمون اسمه الكورتزول الهرمون ده بيعمل ايه الهرمون ده بيعمل بطنه وعشان كده ستات بعد سنة الاربعين من كتر الضغط النفسي بتلاقي عندها المنطقة دي على طول الحمد لله لسه ما كيبتش الاربعين الحمد لله يعني وعلى فكري عندنا كمان صور بي فور اند افتر الناس كان عندهم كرش ونزل الحمد لله معنا النهاردة اه طب نشوفها يال ورونا بي فور اند افتر كنصونا الكرش عشان نشجع رجالة ينزلوا ده نزل في قد ايه ده اه ده جان جان ده كان 123 كيلو وصل لتسعين كيلو نزل 32 كيلو حلو في قد ايه نزل 32 كيلو في 6 شهور طب مش اقل اه وعشان راجل فبراحة كده لا او كمان هتلاقي بطنه جان دلوقتي بقيت بطنه تحس انه هو جان فعلا يعني الاول كان كان بلبس ندارة وكان عنده كرش فضيع فتحس انه هو واحد وهو ابوه كان بيستخد بقدام الندارة ده حقيقي دلوقتي تحس انه هو جان فعلا ماشي كده بقى ما شاء الله الحالة التانية محمد عادل محمد عادل خاسس 50 كيلو كان 130 وبقى 80 كيلو وعنده منطقة الكرش دي كانت رهيبة فكرة محمد ده مش متجوز يعني جان كان متجوز محمد ده كان عنده اصلا سمنة وراسية وكان كرشه يعني رهيب وما كانت لقى شغل اصلا ما لقى الشغل غير بعد ما ما خس ده حقيق ماشاء الله واشتغل في بنك كمان قصت بصي السمنة دي مشكلتها كمان يبقى عنده كسل فالكسل ده انت ما بتروح لصاحب شغل شايف جسم مليان بيبقى عارف ان هو كسول فقال لي خيني اخد واحد كسول صحيح انا محتاج واحد اكتب نشيط صحيح فالسمنة دي مش بس بتعمل عواقب زي امراض هي بتعمل عواقب حتى في الشغل فكرة هو برا مصر اصلا لما بيجوا يشغلوا حد بيهتموا بالجسم جدا طب ليه بيهتموا بالجسم مش عشان المظهر بس هفك عشان المظهر كويس بيدي بيؤدي الى صحة كويسة الى صحة كويسة كمان بيقولك انا ده ها امن عليه فالتأمين الصحي بتاع لو عنده امراض لو عنده سورة مليان او او تخين هيبقى عنده امراض كتير ممكن يبقى عرض الامراض كتير صحيح بقال لي خليني اكلف نفسي صحيح ايه الحالة اللي بعدها ايه الحالات اللي اه ده محمد ده محمد خس برضه من كان تسعين كيلو بقى تمانية وسبعين كيلو خس ستين وعشرين كيلو وبرده كان اكتر منطقة مدايقة البطن ومحمد ان شاء الله قدامه تمانية كيلو ويثبت وكل المجموعة دي لعبت رياضة يا دكتور اه لا بصراحة هم هم لعبوش رياضة هم هادوا الكورس جان الوحيد فيهم اللي بعد ما خلص كان هو بيثبت بدأ يلعب عشان يشد بقى عشان جان من الناس كانت متجوزة محمد عادي ما كانش متجوز محمد التاني متجوز محمد اخر واحد ده بقى يعيني عنده 16 سنة وكان معنا قبل كده في حلقة في الاول ده ما شاء الله دلوقتي اصلا نزل كمان تتربعة كيلو زيادة ده مش بتاع البيتزا ايوة بتاع البيتزا ده نذيذ قوي اه ما شاء الله يعني طيب عايزين بقى نفكر الناس بطرق التواصل مع مع ان تارجت فارما عن طريق صفحة ان تارجت فارما عن طريق صفحة خبيرة التغذية نهاية الحافظ عن طريق الارقام اللي بتزرع الشاشة وعن طريق كمان الاستمارة والاستمارة عايزين نفكر الناس ان اي حد بيمن الاستمارة بيبقى كمان ليه هداية على كل كورس طيب الهداية ايه برضو عشان الناس تبقى متشجع للموضوع بيبقى عندنا الهداية نقطة الحرق واتكلمنا قبل كده عن نقطة الحرق كتير ان هي بتعلي معدل الحرق والناس اللي عندهم مشاكل في المعدة عندهم حمض المعدة مش قوي عندهم مشاكل في الهضم عندهم امساك هو نقطة الحرق فيها خل التفاح المعالج هيقوي حمض المعدة وممكن يبقى الهدية يبقى عشاب المورينجة عشاب المورينجة مناسبة جدا للناس اللي فوق الاربعين سنة أن فيها فيتامينات وفيها معادن فيها فيتامين A وB وC وE فيها مالتي فيتامين زي من الحاجات اللي بتقوّل مناع طعمها عامل إيه عشاب المورينجة؟ حلوة جدا على فكرة كد؟ هالدواء إهاني بقى عيوني عشان عارفة فوائدها فضيعة مريحة عظيمة طيب مشاهدي حلو الكلام مع منال ليهم أي أفرس؟ ما هو بص النهاردة بيبقى إننا بنتكلم عن عمود البيت بقى الراجل أيوة فبرضه حيكون عندنا خصم 20% على أي عمود بيت إن شاء الله حيتصل بينا وياخد الكورس أي عمود يقول من حلو الكلام مع منال ماشي الحال بس حبيبتي شكرا لكي وأنا دايما بستمتع بفقرتك جدا 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 ودايما بتحفزي الناس على إنهم يخسوا علشان يكونوا أصحاء وأكيد الرجال المتجوزين حيدعو الدكتورة نهال على الفقرة دي وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة بس تستنونا دايما فأحلى الكلام مع منال